موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قرآنا عربية لا زلنا نتكلم عن الواو ولازلنا نبرهن على سعة هذه اللغة العظيمة لغة القرآن إخواني نتكلم اليوم عن واو المفعولية أو واو المعية واو المفعول معه إخواني ينصب الاسم الذي بعد الواو على أنه مفعول به مثاله سرت والنيلة ولكوننا في قناة مصرية هذا المثال يحسن فيها سرت والنيلة فكلمة النيل مفعول معه منصوب ما الذي نصب هذه الكلمة يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الإمام العظيم مؤسس علم البلاغة يقول في كتابه العوامل المئة النوع الرابع النوع الرابع حروف تنصب لسم فقط وهي سبعة حروف الأول الواو بمعنى معه فهنا الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله ورحم الله شيخي وأستاذ العلامة طاهر البرزنجي الذي حفظني هذا الكتاب الزمني بحفظه حرفا حرفا رحمه الله نرى الإمام عبد القاهر الجرجاني جعل الواو هي الناصبة ناصبة للفعل وضرب لها مثلا فقال نحو جئت وزيدا قال فإن أكدت بضمير منفصل إن جاز الرفع والنصب نحو سرت أنا وزيدا أو وزيدا طيب اشترط بعض العلماء أن يكون الفعل أن يكون الفعل الذي قبل واوي المعية فعلا لازما لا متعديا طيب اختلف العلماء في الناصب طبعا الفعل اللازم هو الذي لا يأخذ مفعولا به والفعل المتعدي هو الذي يأخذ مفعولا به لمن يعني ليس مختص أو لم يسمع بهذا طيب اختلف العلماء هل الناصب للاسم الذي بعد الواو هو الواو كما ذكر الإمام عبدالقاهر الجرجاني أم لا قال الأكثرون إنه الفعل الذي سبقها فقولنا سرت والنيل الناصب ليس الواو إنما هو الفعل سرت وهل وردت هذه الواو في القرآن الكريم أنكر الإمام بن هشام رحمه الله أن هذه الواو وردت في القرآن الكريم فقال لم ترد واو المعية في القرآن الكريم وتحتمل في قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم تحتمل في قراءة السبعة كلامه رحمه الله تعالى على هذا خطبهم فقال أجمعوا أمركم مع شركائكم ويجوز أن تكون للعطف أيضا وقد جاء العلام الشيخ محمد عبدالخالق عظيمة العالم الجليل المصري الذي ألف كتابا عظيما الذي هو دراسات لأسلوب القرآن الكريم في مجلدات عدة وقضى في تأليفه خمسا وعشرين سنة هذا الإمام عبدالخالق أتى بحوالي عشر آيات أو أكثر أظن خمسة عشر آية تقريبا إلى عشرين آية قد تصل أمثلة للواو التي تحتمل المعية مما تكلم عنها العلماء وقالوا إنها واو المعية إخواني من واو المعية واو تدخل على الفعل المضارع وهي على قسمين الأول واو تدخل على فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعدها وتكون معطوفة على اسم صريح أو مؤول يجب أن نفهم ما هو الاسم الصريح وما هو الاسم المؤول قبل أن نتكلم بها الاسم الصريح مثل خالد محمد وهنا سنأتي بمثال ولبس عباءة كلمة لبس لأنه مصدر لبس هذا اللبس اللباس لبس العباء الحال هيئة اللبس طبعا اسمه الذي يقبل الألف واللام لأن الفعل لا يقبل الألف واللام والاسم المؤول مثل مثل أن أقول وأن تقر فتقر فعل لكن أستطيع أن أقول وأن تقر عيني أحب إليم كذا أو أن ألبس كذا أحب فمع المقصود لبسي كذا قرار عيني كذا فهذا يسمى اسم المؤول أن أذهب يعني ذهابي الذهاب فهذا اسم المؤول وإن جاء على صيغة الفعل لكن أن وما بعدها تسبك بتأويل مصدر هذا الاسم غير الصريح الذي يؤول بمصدر انظروا إلى قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفء فيه هنا الشاعر وليس الشاعر في الحقيقة لبس عباءة قبله اسم صريح كالقاعدة وقال وتقر نصب الفعل المضارع بعده قال وتقر ولم يقل وتقر كان ينبغي أن يقال وتقر عيني على كل حال الثاني النوع الثاني واو تدخل على فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعدها ويشترط أن يسبق الفعل المضارع بأحد تسعة أشياء نظمها بعض العلماء بقولهم مر وانهى وادعوا وسل واعرض لحظهم تمنى ورج كذاك النفي قد كملا مر وانهى وادعوا وسل واعرض لحظهم تمنى ورج كذاك النفي قد كملا إخواني الأول من هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفعل المضارع الذي دخلته الواو وكلامنا كله عن الواو طبعا يجوز أن تدخل الفاء أيضا ويجوز أن تدخل أو ولا يجوز غيرهما هذه الثلاثة فقط الواو والفاء و أو لكن على كل حال كلامنا عن الواو الواو الآن الأول من هذه الأشياء التسعة هو الأمر يجب أن يسبق الفعل المضارع الذي اقترن بالواو والذي يقدر نصبه بأن مضمر وجوبا بعد الواو بينه وبين الواو هذا الأول الأمر مثل ماذا الأمر إخواني مثل أقبل وأحسن إليك ما قال وأحسن نصب الفعل المضارع فقال وأحسن فأحسن منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الفعل المضارع الواقعة بعد واو المعية لأنها وقعت بعد الأمر طيب الثاني إخواني أنهي نحو لا تضرب زيدا ويغضب لا أقول ويغضب ويغضب لماذا لأنه جاء عندنا نهي وجاء فعل مضارع واقترنت به الواو فأقول ويغضب فيغضب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية وعلى ما تنصبه الضم الظاهر على آخره لأنه وقع بعد نهي طيب إخواني من هذه الواوات أيضا التي تقتلن بالفعل المضارع أو الثالث من هذه الأشياء التسعة الدعاء الدعاء مثل ماذا نحو قولك عفوا ربي وفقني وأعمل صالحا فأعمل منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية الواقعة بعد الدعاء طيب يقول قائل قلت الأمر وقلت الدعاء فما الفرق بين الأمر والدعاء إخواني كلاهما طلب ولكن الدعاء طلب من الله عز وجل من الأدنى إلى الأعلى والأمر هو طلب من الأعلى إلى الأدنى طيب وفي التساوي يسمى الالتماس العلام الأخضر رحمه الله تعالى صاحب السلم المنورق في علم المنطق يقول أمر مع استعلا وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقعا وجميعها عند النحات تعرف بأنها فعل أمر ولكن من الأدب ألا يقال في حق الدعاء فعل أمر هناك أحد العلماء الأئمة الأجلة كتب ألفية في النحو في الإعراب العلامة شعبان الآثاري رحمه الله في خاتمة الألفية سمها كفاية الغلام كفاية الغلام في إعراب الكلام قال خاتمة خاتمة الفصول إعراب الأدب مع الإله وهو بعض ما وجب فالرب مسؤول بأفعال الطلب كاغفر لنا والعبد أمر تدب فإذا من الأدب أن نقول فعل دعاء أو فعل طلب ولا نقول فعل أمر مع الله عز وجل وذكر أيضا أننا نقول منصوب على التعظيم ونقول كذا ولا نقول زائد ونقول صلة وهكذا بعض الآداب التي ذكرها في هذه الألفية وهي منشورة على الإنترنت محققة وموجودة منها نسخة أظنها أيضا منشورة على الإنترنت بخط الإمام عبد الرحمن بن أببكر السخاوي رحمه الله تعالى إخواني الرابع من هذه الأشياء التسعة التي ينصب الفعل المضارع بعدها ويقترن بالواو ويكون بينه وبين الواو أن مضمر وجوبا الاستفهام مثل ماذا مثل هل زيد في الدار وأذهب إليه لا تقول وأذهب إليه إنما تقول وأذهب إليه لماذا لأن الفعل المضارع اقترن بالواو وسبق باستفهام فواو المعية هنا الواو واو المعية وأذهب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الواو أو بعد الفا الواقعة بعد الاستفهام طبعا نقولنا يجوز بعد الفا فأذهب أو وأذهب طيب الخامس من هذا الأمر الخامس العرب مثل ألا تنزل عندنا وتصيب خيرا ألا تنزل تعرض على شخص تقول ألا تنزل عندنا وتصيب خيرا فالواو واو المعية وتصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الواو الواقعة بعد العرض إخواني السادس من هذه الأشياء التسعة هو التحضيض نحو ألا أكرمت زيدا ويشكرك ويشكرك فيشكر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية الواقعة بعد التحضيض والفرق بين العرض والتحضيض الأول عرض والثاني حضب أن العرض هو الطلب برفق لكن التحضيض هو الطلب بحث وإزعاد يعني عندما تقول له هيا انزل عندنا ألا تنزل عندنا فأنت تحضه حضا أما تقول ألا تنزل عندنا فهذا ليس من الحض إنما من العرض طيب السابع من هذه الأشياء التسعة التمني ليت لي مالا وأحج ومثل ما سبق الثامن إخواني الترجي نحو لعلي أراجع الأستاذة ويفهمني المسألة فيفهم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا أيضا والتاسع إخواني النفي نحو ما تأتينا وتحدثنا فتحدث فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واوي المعية الواقعة بعد النفي فهذه تسعة أشياء كلها مستلة من شرح السيد أحمد زين دحلان على الآج الرمية والذي قمت بتحقيقه ووضعت له بعض المشجرات وسينشر عما قريب إن شاء الله تعالى الإمام بن هشام رحمه الله في المغني وغيره لم يذكر إلا أربعة وحتى أن ابن حيان الأندلسي رحمه الله المفسر قال من بدع النحات ولكن الإمام بن مالك رحمه الله ذكر تسعة كلها وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين موسيقى 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 اشتركوا في القناة